في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري لخدمة أهالي محافظة الغربية أكدت الحكومة بأنه تم ويجري تنفيذ 99 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهالي محافظة الغربية وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الغربية 195 منطقة ريفية وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لثماني مناطق ريفية بما نسبته 1.9% ويجرى توصيل خدمة الصرف الصحي ل77 منطقة ريفية بما نسبته 15.5% ومنها 16 منطقة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ويجرى دراسة باقي المناطق لتوصيل الخدمة إليها ترجمة نانسي قنقر